السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم راح نديرو مصيدوان بريستيج أول حاجة عندنا كمية تعروز نكون وخسناه مليح في الماء نقيناه وحطوه ينشف على شط عدنا فلفل أسود ملح والزيت أول حاجة نحطو هدك الأرز بتاعنا نجيبو الماء نحطو فيه شوية تع ملح وشوية تع فلفل أسود وشوية تعزيد هكا باش ما يلسقناش وتجي كل حبة وحدها ونحطو فيه هدك الأرز حكا نحطوه ونفرغوه كامل ونحطوه يغلي فوق النار بعد ما يغلي فوق النار ويطيب المليح نحطوه نفرغو له هدك الماء تاعو ونحطوه يقطر وهنا يا ها هو بعد ما طاب معي طيبته في الماء والملح وشوية تعزيد وخلاص نشفته من الماء هنا المكونات اللي رح نحط فيها رح نحط فيها هنا يا عندي المايس عندي زرودية طيبة مقطعة عندي الخيار طماطم عندي الطن وعندي هنا يا الزيتون والجلبانة والمايونات بين سيخ والأسوس الخل والزيت ودرت فيه شوية عملح وفلفل أسود وشوية عتوم هكا باش يجي كم الفيناء المهم هنا يا حطيت كامل هذوك المكونات اللي كنت حابة نحطها منا يا يعني وهنا يا مش شرط تلتازموا بالوصفة بالتدقيق تقدروا تنقصوا نحطوهم كاملين ومن بعدها نبدأ ونخلطوها خلطوها مليح ومبعدها بعد ما نخلطوها نجيبوا هذك الفيناء كي اختعنا شوفوا هنا يا أنا درت هذك الأرز سخون خليوه يعني يبرد شوية ومبعدها خدموه نومال المهم هنا يا نحط لها هذك لاصوس تاعي أنا هنا درس كمية كبيرة تاع الماسدوان ثم يعني تديروا لا تنتزموش بالكمية اللي درسنا تقدروا تديروا غير كمية صغيرة وتحطوا لها كميات صغيرة كما هنا يا كترت لها شوية لاصوس لخطع عندي كمية كبيرة نخلطوه شوية وبعد انضيف لها المايونيز درت زوز ملعق كبار تاع مايونيز ونخلطها مليح هاك الماسدوان تاعي راهي واجدة امعايا كما راكم تشوفوا دركة نجيب عش نديكوريها ههنا يجبت بلاب درت فيه سلاطة خسلتها وحطيت عكي من هي كاريش مدور واجبت هاد المول اللي نديرو فيه نديرو نطيبو فيه الجينواز ونطيبو فيه الموسكوتشو نحط في هذك الماسدوان تاعي نرك عليها مليح باش تحكم لها فوق هم سعلى البلاتو من بعد انقلبها فوق هذك السلاطة هاكا نقلبها فوق هذك السلاطة هاكا راح تعطينا هاد الشكل يعني ما تدهنوه بوالو راح اخرج لكم هاد الشكل تفاصل المهم هنا يا راح نديكوريها كي ما اقول لكم يعني اختياري ديكوريها بوش حد بين انا هنا عندي كروزات عندي زيتون اسود عندي الخيار وطماطم وزرودية والطن هنا يا بديت بهذا الطن احضرت زيتون اسود ونبعد زيتون اخيار وكملت بنفس الطريقة هكا حسن كملت الكوتي الاخر بنفس الطريقة وزينتها من فوق بالحبة احضرت زيتون وريشاتها المعدنوس وكملت ديكوريتها بها داك الكروزات وهذا هو الطبق تعيه تع سلطة مصيدوان تع نهار اليوم كي تكملوها دلولها شوية تعال الفيناج خم الفوق انا هنا محبيتش نحط لها بسكورة حتى دبال سلاطة متاعد المهم هدا هو الشكل النهائي تع سلطة تعيه تع نهار اليوم ان شاء الله هتكون الوصفة عش بتكمو ديتو فكرة في التزيين وفكرة على المصيد وان كيفاش تجيكم بزيف بينينا هاد التاريقة ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونتلاقوه في فيديو اخر ان شاء الله وسلام عليكم اشتركوا في القناة